يعني يا أختين تم تروحين لأم الأظافر أم الأظافر قد توسل بيك تقولوا شو الله عندي ديزاين حلو لا فرنش ليش إلا فرنش خصاً من الزوجات يعني يمكن الموضوع لإعلاقة أنه تسويش أنا زوجت فتخيل هذا الشعب شون ممكن تقنعه تقنعه أنه هواي عادات وتقاليدة يسويها غلط تقنع أنه كواية معلومات هو نخبص بيها وتعب عليها هي ما بيها فايدة مثلاً بالدراسة يعني واحد بالرياضيات مثلاً تعلم شنو تجيب تمام مش يستفاد العواني المستطرقة بالفيزياء السمحاق ليس نروح بعيد تعريف السمحاق تعريف السمحاق شنو هو تعريف السمحاق يعني ليش أنا عايش حتى أعرف شنو تعريف السمحاق وشي يصر ذا ما عرفته يعني لا أنه يجي بالأحياء علي عشر درجات ويرسبك وترسب وينتي مستقبلك ليش والله شنو معرفة تعريف السمحاق ما قده هواية عندنا خلي مبلش يسا تدري أنت ما تقدر تتزوج حابلك ليش تروح تريد تتزوج لبناء اللي تحبها أبو هيريد موظف انت طبعاً ما قدرت تصر موظف لأنه ما أخذت شهادة ليش ما أخذت شهادة لأنه رسبت بالأحياء لأنه معرفة تعريف السمحاق حاجة هادة بالله عندنا حاجة مهمة هواية مهمة لأنه نشغل السمحاق ما سمحاق تدري أنت ما تدرك تاخد بيت لأنه منطق قطعة تقاعد لأنه أنت موظف ليش ما صرت موظف لأنه ما أخذت شهادة لأنه معرفة تعريف السمحاق عن شونا إحنا اليوم راح نقضيها بالسمحاق بس عندنا هواية حاجة تدري أنت ما تدري تسافر إلى دبي ها أقول لك ليش تشتغل قطعة خاص تقول لك قطعة عام تقدر تتحكم تاخذ إجازة ليش ما صرت قطعة عام لأنه ما توظفت ليش ما توظفت لأنه ما جبت شهادة ليش ما جبت شهادة لأنه ما تعرف تعريف السمحاق شنو تخبر الله كافي علي قال تعريف السمحاق حاجة تعريف السمحاق مندلة هو يعني تدري أنت ما در تستري سيارة لأن ما تقدر تدفع أقصات لأن ما عندك راتب لأن أنت مو موظف لأن أنت ما أخذت شهادة لأن معرف التعريف السمحاق ولاية بطيخ على ألف واحد بس اشترك هسا